تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي وللعهد ناب القادة الأعلن بالأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 وتماشيا مع الخطة الوطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين التي تأتي ضمن مشاريع اللجنة التنسيقية برئاسة سمو أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات عن تأسيس معهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة دانات كشركة بحرينية مقفلة وعن إطلاق عملياتها التشغيلية وتهدف دانات لتصبح من أفضل المعاهد في العالم التي تقدم خدمات لفحص اللؤلؤ والتأكد من طبيعة تكوينه كما تهدف لتعزيز سمعة المملكة بصفتها مركزا رائدا في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة ونافذة على الأسواق العالمية لخدمة العملاء المحليين والعالميين كما تضم دانات مختبرا ذو مواصفات عالية يحوي أحدث الأجهزة المتطورة في مجال الفحص وخبرات عالمية ومحلية عملت في أفضل المعاهد والمختبرات الكبيرة وأكد السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات أن تأسيس المعهد يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة ممتلكات وتزامنا مع استمرار نمو قطاع صناعة المجوهرات في مملكة البحرية ترجمة نانسي قنقر